كلهم بالكامل عمل ملف طبي فدنا ودي حاجة بطلبها من حجاجنا في السنين الجاية ايه الملف الطبي ارجوك يا حج يا مصري يا مواطن يا مصري اعمل ملفك الطبي قبل ما تسافر بامانة ايه قول كل حاجة عشان احنا بنيجي مستعدين احنا جبنا معنا ادوية السكر والضغط ودرسنا الفترة ودرسنا الامراض اللي موجودة وجبنا 15 طن دوا احنا جايين هنا في خدمتك ارجوك تعمل ملف طبي لان في بعض الحجاج ما عملوش ودول اللي احنا تعبنا معهم عشان نعرف حالته وتطور الحالة بتاعته اكتر اصابات ايه او اكتر حالات عندنا ايه كان عندنا اصابات كسورة عزام لان كبر السن كان عندنا اصابات في الرعاية المركزة كتير عندنا حالتين قلب مفتوح عندنا حالة واحدة من سلاد معوي انما كله عمل عمليات وكله شفاية تم باذن الله معادة حالتين هما اللي لسه موقفهم حرك شوية نقدر النهاردة وايام التشريق والايام القادمة انه تلات ايام اللي جايين دول كمان يعني ربنا يصر على ضيوف الرحمن يا رب ويتقبل منهم يشرب مية اكتر سوال اكتر يبتعد عن الشمس يوعد في الخيام اكتر يعني من فضل حضرتك الله حافظ تماما يشرب مية كتير يشرب عصير كتير فواكه طبيعية كتير يعود في الضل اطول فترة ممكنة ما يتجنب الشمس بقدر امكاني ياخد ادويته في معادها اللي هو اذا كان مريض مزمن سكر او ضغط او قلب ياخد الادوية في معادها تماما واحنا معاهم احنا واخدين نباطشيات يا استاذ احمد في مستشفىات مينة وعرفة احنا عندنا فريق طبي في كل مستشفى واخد نباطشيات وسمحونا الوحيدين ما نقول لحدك عشان احنا التنصيق غير عادي لا لا واضح العلاقات والتأثير السعودية بقول لحدك البعثة الوحيدة اللي داخلت غرفة الوحيدة سمحونا بنباطشيات نتواجد في المستشفىات الاربعة بتوعرفها والاربعة بتعمنها طوال ايام المناسك احنا مع حجاجنا في قلب المستشفىات بنباطشيات بفريق طبي كامل خلينا قبل ما اختم مع حضرتك انه بتنصح الناس انه يبقى الملف الطبي في السنوات القادمة حضرتك نويت تأتي الى الاراضي مقدسة تكون عارف الامور الصحية اللي عندك ايه وتقدمها للبعث عشان يبقى العلاج الحاجة التانية بتقول لهم اكتر فترة في الخيامة هذه الايام القادمة في ميناء بالذات لانها بتبقى زحمة اوي ودرجة حرارة مرتفعة جدا رمي الجمرات اخروها ولا يعني بعيدة عن الشارع انا بتكلم هنا عن الامر الصحي انا بديهم من ناحية الصحية اه في تيسيرات كثيرة اه شيخنا الهنة نا نستجيب لهذه التأسيرات في السنين الجايين الى 4-5 سنين الجايين الجو بالشكل ده والناس الجايين كلهم كبار سن سنزحمة 70-75-80 النهاردة عندي حالة وفاة 88 وثلاثة وفاة النهاردة 80 سنة يعني وانا جاي لحاضر دلوقتي بيجيني بياناتها حالة 88 سنة ده سن كبير لا يتحمل هذا الجو فلازم نتبع التأسيرات اللي دين ودينا يسر وما شيخنا قالوا الكلام ده فلازم نطحهم والناحية الصحية تتطلب ذلك اتبعوهم ازاي في ميناء احنا نمطشين في المستشفيات في ميناء اه عاملين غرفة عمليات متواجدين في الغرفة المركزية السعودية احنا البعثة الوحيدة تماما وانا بحييهم جدا جدا كل المسؤولين السعوديين علاقات غير عادية تميز لمصر وتحيز لنا سامحني بعلاقة مدخلنا مكان مصر لا كل اللي بواب تتفتح لك ميناء فيها مشكلة الخيام مع المساحات مع الاعداد ومع درجة الحرارة فيعني يعني اه اه هي دي هتجنبنا كل حاجة والتزام بالادواء ده اللي انا خايف منه احنا هنمر عليهم في الخيام واحنا معهم في المستشفيات الاربع مستشفيات النبطشية كاملة مصرية مرضى الغسيل كلوي على جنبي ده كل مريض بطبيب بمرافق تماما احنا مأمنينهم تماما ان شاء الله يا سيد عاح دكتور بشكر حالك وتحياتي للبعثة بالكامل البعثة الطبية على جهدكم وانا يمكن شخصيا جاء لحالات وتبعت محاكوة وفعلا رحتوا للناس وتبعتهم في الاماكن بتاعتهم والاطمينان عليهم مرة واثنين وثلاثة واجبنا واحنا في خدمتهم وشرف لنا خدمتهم ويا ربنا ولهاننا تاني وتالت ورابع وهنخدم اكتر وهنرجع بتقريرنا وملاحظاتنا السنة الجاية فيه اكيد سلبيات هنبقى احسن واستغل الفرصة دي عاقب عربية ازعاف؟ لا الجانب السعودي مدعمنا بكل حاجة مدعملنا بكل حاجة نعم بس كنا بنجيب قبل كده عربية ازعاف؟ لا ما جبناش بنستعين